وللمزيد مشاهدنا الكرام حول المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية ينضم إلينا ضيفي الكريم ناجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات الاستراتيجية أهلا بك ضيفي الكريم إذن نحن أمام الفرصة الأخيرة ربما أمام منعرج ربما حاسن إما الإصلاح أو الدخول ربما في دوامة من العنف لا مخرج منها السيناريو الأقرب سيد القصاب توقعاتك مع كل المؤشرات الموجودة حاليا هل نتوجه نحو التصعيد والصدام أم التسليم بأمر الواقع وقبول خارطة طريق طيار الصدري تحية طيبة لك ولكل متابعيك الكرام لا بالتأكيد ولن يكن تصادم لا سامح الله بين المتخاصمين هذه العملية الديمقراطية رغم الفائز الأول في انتخابات 10-10-2021 هو التيار الصدري وعندما طرح مشروع الأغلبية الوطنية وتقابلها معارضة حقيقة استطاع الطرف الآخر أو ما يسمى ثلث المعطل عطلة ما جعل هناك نوع من الاستفزاز وتقابل النوع من الاحتزاز التحالف الثلاثي المتمثل بالسيادة مع التيار مع الحزب الديمقراطي رغم إلى هذه اللحظة ما زالوا متماسكين لكن ليس كالتحالف مثل ما تم إنشاء أو تكوينه في اللحظة الأولى على ما يبدو أراد الإطار التنسيقي بالتعجيل وفعلا قد عجل عندما قطع إجازة البرلمان التشريعية وأدى اليمين لقبل النواب الجدد هم قاسرون لكنهم أصبحوا الآن هم كأنما نواب حقيقيين أعتقدوا إنما انسحب السيد الصدور من المشهد السياسي أو العملية كأنما قد غادرها وبالعكس هو قد استقطب حتى خصومه وحتى الذين تم طردهم من التيار في السنوات الماضية والآن قد عادوا إلى التيار واندمجت معهم الجماهير التشرينية والمواطنين العاديين لأنهم تعاطفوا مع السيد الصدور عندما تركه وتنازل على 74 مقعدا نائبا وهذا غير موجود حتى في الأفلام الهندية الأمر الآخر بعد ترشيح السيد محمد السوداني هذا قد استفزل أكثر للسيد الصدور الذي يعتبر السيد السوداني من جناح المالكي رغم قدم استقالته وشكل كتلة الفراتين ورغم ليس لدينا ملاحظات على سلوك الإداري لكن بالنتيجة هو محسوب على السيد المالكي حتى لو خرج من السيد المالكي بالتالي صعب جدا أن يمر الحل الأنثال الآن أول نقطة ينسحب ويعتدر السيد السوداني من سباق رئاس الوزراء وثانيا تتفق القوى السياسية على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات إذن القبول بخارطة طريقة طيارة صدري أفهم من حضراتك سيد القصاب الآن المتظاهرون موجودون في الميدان والاشتراطات الطيارة صدري باتت واضحة رفض لبعض الوجوه وأيضا رفض لتدوير الوجوه ماذا يعني ربما تغيير جدري للنظام وإصلاح هل يريد الطيارة الصدري إعادة الانتخابات أم ترميم ما هو موجود أو التوجه ربما إلى حكومة جديدة حكومة مؤقتة تحكم لمدة ستة أشهر وإعادة قانون الانتخابات من جديد والدخول في مرحلة جديدة لا حسنا هو الآن مشكلة هل أن يبقى قانون دوائر متعددة أم يتم تعديله التيار الصدري ما زال متمسك بالقانون وبعض الأطراف السياسية تحاول العودة إلى الدائرة الواحدة هذه ليس المشكلة بالنتيجة يصلون إلى توافق على القانون المشكلة الثانية التيار الصدري والقوى السياسية السنية والكردية وقسم من الإطار متمسكين بالسيد الكاظمي لأنه نجح بإدارة الانتخابات ولم يميل إلى طرف دون الأطراف الأخرى ولم يستغل مؤسسات الدولة أو يشكل حزب أو يدخل في سباق الانتخابات طبعا هذا غير صحيح رئيس حكومة أسوة بأي مواطن عادي من حق أن يشكل حزب ومن حق أن يدخل الانتخابات الأمر الآخر بما أنه نجح خارجيا وتم إبرام عقود مع الدول مجاورة وغير مجاورة يمنح فرصة لستة أشهر وتجرى الانتخابات ولربما يتعهد لهم بعدم الترشيح أو تشكيل حزيب هذا الحل الأمثل أما بقاء البرلمان والتيار الصدري خارج البرلمان ويشكلون حكومة إلى 2025 هذا صعب جدا يمرر لا سيما السيد الصدر قد حصل على تأييد شعبي ومجتمعي وأنا أعتقد السيد الصدر لربما السياسي الوحيد الذي يتقوى بالداخل على الخارج بينما كثير من السياسين يتقوون من الخارج على الداخل بنفس الوقت نحن اليوم بحاجة إلى تغيير ما جرى من بنية بنية النظام السياسي هذا يأتي تغييره في السنوات القادمة على البرلمان المقبل كذلك كثير من القوانين لا بد أن تشرع هذا ما أراد به السيد الصدر لكن وقف الثلث المعطل أمامه في الأشهر الماضية طيب سيد دال قصب بالعودة للحديث عن بيت الإطار التنسيقي حاليا ما الذي بيد الإطار التنسيقي القيام به ربما لإثبات وجوده جنبا إلى جنب مع بقية المكون الشعي وبناء ربما حكومة مثل ما طالب بها مقتدى الصدر تكون شاملة معبرة عن جميع أطياف المكون والأطياف العراقية صعب جدا يتفقون لأن الإطار التنسيقي الآن ليس كما كان في الأمس عندما كان السيد الصدر في العملية السياسية هم توحدوا من أجل أن يكونون ضد السيد الصدر النقطة الأخرى الآن أكو خلافات لأبر الثالث عندما يتم توزيع المناصب تفوح وتطفح المشاكل والخلافات بينهما لأن كلهم يرغبون أن يصبحون وزراء ورؤساء وزراء وهذا سيجعل خلافاتهم أكثر ليس الإطار فقط وإنما كل القوى السياسية لربما فقط يعني بعض الكتل التي لها زعامات وتسيطر على نوابه وعلى كتلته أنا أعتقد المرحلة المقبلة مرحلة هادئة كل كتلة سياسية عرفت استحقاقها ووزنها في الشارع ولا يستطيعون أن يشكلون الحكومة بدون التيار وهذا يعني التيار سيكون لاعبا مرتكزا مهما أساسيا ليس احتياطيا مثل ما أعتقدوا البعض لأن المرحلة لا بد أن تكون هناك هدوءا من أجل ادخال الشركات العمل الاستثمار كيف يكون عندما تكون بيئة حقيقة ليست طاردة وإنما واردة ومستقبلة للشركات هذا كيف عندما يحصل السلاح بدل الدولة عندما يكون أمن وأمان عندما تعزز الثقة عندما الدولة تكون موثوقة هذا لربما قد حققها السيد مصطفى الكاظم طبعا بالتشارك بالتضامن مع الآخرين طيلة الثلاث سنوات الماضية سيد القصاب في نقطة ربما أخيرة التيار الصدري وبيان مقتدى الصدر الأخير اشترط ربما على الهدي العامري ربما بالانسحاب والانشقاق ربما انصح التسمية من الإطار التنسيقي هل هو مبكر الحديث ربما عن إقسام داخل الإطار التنسيقي نظرا لعدم ربما توافق الأراء حول ربما نقطة معينة الدفع بالمناصرين لمواجهة مناصرية التيار وأيضا هناك مبادرات طيبة ربما للهدنة بين الطرفين وهي مبادرة نيجيرفان بارزاني والتي أبدأ هذه العامري ربما تجاوبا إيجابيا معها هل يعني هذا ربما بداية انقسام الإطار التنسيقي أنا أتوقع هكذا رغم أن مبادرة السيد نيجيرفان البرزاني قد استقبلت بمقبولية وبأرضاء لأن شخص نيجيرفان يمتلك حقيقة فرصة عد الآخرين لأنه ليس لديه خصم لا أمام الكرد ولا أمام السنة ولا أمام الشيعة وأنه شخصية محبوبة مرغوبة وهذا ما طالب منه السيد الصدر بترشيحها إلى منصب رئاسة الجبهورية ولو تم ترشيحها لما وصلنا إلى هذا الانسداد الأمر الآخر أعتقد السيد نيجيرفان عندما طرح المبادرة لابد أن تكون ضمانات اليوم القوة السياسية مع بعضها لا تثق هذا كيف عندما تكون ضمانة دولية أو ضمانة من قبل المرجعية أو السيد نيجيرفان كيف تكون الضمانة والثقة معدومة نجمة القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على توضيحاتك ترجمة نانسي قنقر